لزوم منهج السلف الصالح الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم خير القرون قرني وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف لزوم المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة وتبوأت هذه البلاد ولله الحمد والمنة وتوجت بالسير عليه فهي دولة سلفية سنية سنية سائرة على منهج الكتاب والسنة فلزوم منهج السلف الصالح يعصم من التعصب والتحذب للجماعات أو للتنظيمات أو للأفكار المخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان وأن هذا صراطي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وشفكون ترجمة نانسي قنقر شكرا